دور الكنيسة في زمن الكورونا أهلا أحبائي مرة أخرى هذا الوباء يعتبر وباء خطير وسرعة العدوى تنتشر بسرعة مما أقلق الناس أقلق الحكومات وبصراحة تغير كل شيء في هذا الكون من حوالي ثلاث شهور أو شهرين أنص الدنيا كانت كلها قايمة قاعدة يعني بتذكر كنت في إحدى المطارات كان دخول وخروج الناس بشكل فظيع بشكل فعلا يعني ما شفتش شيء مثل هذا اللي شفته في المطارات الناس عم بتسافر كل مكان المطارات مزدحمة الفنادق مزدحمة المكاتب مزدحمة المناطق السياحية مزدحمة كنت في الأراضي المقدسة وتعارفين بتيج السياح من كل أنحاء العالم تزور المواقع الكتابية فبيزوروا مثلا كنيسة المهد بيزوروا كنيسة القيامة في القدس أورشليم بيزوروا كنيسة البشارة في الناصرة بيزوروا كنيسة العرس في قانا الجليل بيزوروا جبل التطويبات وكفر نحوم حول بحيرة طبرية بيزوروا قيسرية فليبوس بنياس في المنطقة الشمالية والناس طبعا بتنبهر والناس معجبة جدا والناس يعني ملاصقة أحدها للآخر البساط بتنتظر أحدها سعتين أو ثلاث أشخاص الدور في كنيسة المهد في بيت لحم أو كنيسة القيامة قيامة يسوع المسيح في القدس كان الانتظار مش أقل من سعتين ازدحام غير عادي وفجأة سمعنا عن هذا المرض وكأنه عجلة التاريخ توقفت عند هذا المرض سبب أزمة عالمية تدهور اقتصادي عالمي تدهور في أزمة صحية وما في شركة ما في عمل ما في شغل إلا يعني أكل نصيبه أقصد يعني أكل ضربة إما فقدان العمل أو خسر شيء من خلال عمله في شركة معينة أو خلال يعني الأمور اللي بيتداول فيها خلال يومه فكل شيء توقف السياحة توقفت الطيران توقف يعني تقريبا في كل أنحاء العالم وحتى اللي بدي سافر فقط لأشي ضروري جدا جدا ومعظم الدول إذا أنت بتسافر لازم يعني أنا مش قادر أسافر لأن عدة دول إذا سافرت لازم أكون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين في كتير ناس من اللي بنعرفهم أصيبوا في مرض الكورونا أو كوفيد 19 في ناس رحت للمستشفيات وفي ناس انتقلت ماتت بسبب هذا المرض ترجمة نانسي قنقر